بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس زمن الاحتكار والفساد الكروي في أفريقيا الذي هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية باللعب وتحكيم نظيفين وخير مثال على ذلك أن نهضة بركان لعبت ثلاث نهائيات في آخر أربع سنوات وفاز باللقبين فيما هيمن الوداد على العصبة وفاز باللقب وسيفوز باللقب الثاني في الخمس سنوات القادمة والشيء نفسه بالنسبة إلى الرجاء الرياضي هذه التصريحات مش تصريحات لكن هي تصريحات الأستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي كلام ده قالوا في هذه الجريدة أمام حضراتكم صباح المغربية مش أنا اللي بقول مش جمهور الأهل اللي بيقول ولكن ده قبل المباراة طبعا ده رئيس الاتحاد المغربي قال أيضا الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي قبل أن تتضافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في أفريقيا المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع ما بين الوداد والرجاء لو لا ظلم التحكيم تخيل حضرتك أن دي كانت تصريحات الأستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي وعضو المكتب التنفيذي للكاف واللي قالها لجريدة الصباح المغربي ولكن اعكسوا الموضوع اعكسوا التصريحات دي التصريحات دي معناها أن زمن الفساد بدأ بالفعل مش من الفترة اللي فاتت ولكن انبارح وبشكل فج وصارخ وغير مسبوك في تاريخ أي اتحاد قاري على الإطلاق يعني هو إزاي أصد التصريحات زي دي تعدي كده وتتقال هو فيه كده في الدنيا يعني إيه سيطار على الكرة الأفريقية ده الفساد بعينه بعينه نفس الفساد هو الفساد ده يتلخص في الكلام اللي بيتقال ده أنا الحمد مش مصدق كل الكلام اللي بيتقال بعدين أستاذ فوزي لقجع وهو بيتكلم أنا حواجه هنا رسالتي مباشرة للمهندس هنا يا بوريد عضو المكتب التنفيذي أكبر قيادة رياضية في مصر وأقدم عضو مكتب التنفيذي في الفيفا والكاف هو الكلام اللي بيقوله أستاذ فوزي لقجع ده بيمس حضرتك يا باش مهندس هاني الكلام ده بيمس حضرتك وإيه الموقف من اللي بيحصل وبيتقال ده عننا ده أو عن اللي بيحصل الفترة اللي فاتت ده في التحديد الأفريقي هي الاتهامات دي اتهامات لمين بالزبط يا باش مهندس هاني الكلام اللي بيتقال ده حضرتك عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا بقالك كم سنة أقدم عضو بقالك مئة سنة يعني بقالك فترة طويلة يعني أقصد وبالتالي هو الكلام ده بيتقال لمين الكلام ده اتهامات واضحة وصريحة لكل اللي بيتقال حاجة غريبة جدا والاتهامات غريبة جدا وأمور غريبة جدا الواحد بيشوفها ده احنا بقالنا اسبوعين المباراة لم تبدأ امبارح الساعة تسعة المباراة بدأت من 22 يوم ولا من 21 يوم منذ أن أعلن الاتحاد الأفريقي عن عمد انطرر حتى نهاية المباراة الأولى ما بين الوداد في النصف النهائي وبترو أتليتكو اللي انتهت في بترو أتليتكو في أنجولا 3-1 وأعلن الاتحاد الافريقي عن انتحاب انتحاب السنغال الأول قال تصويت وكلام من ده وقال كلام كتير جدا اتقال وبعدين فجأة قالك السنغال انتحبت والمغرب هالله حتنظم سنغال